اشتركوا في القناة تتنول العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين بالإضافة إلى تطورات الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف والشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وقنص العام مملكة البحرين في مدينة جدة رافقت ملك البلاد المعظم السلامة في الحل والترحال هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة التقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله حيث أجرى جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله